يعد يوم الاحد احد الايام المهمة في جدول حياة الشعب الامريكي بشكل عام. ليس بسبب العطلة فحسب لكنه اليوم الذي تقام فيه مباريات دوري كرة القدم الامريكية للمحترفين. والمعروفة بالسوبر بول. حيث تعد تلك الرياضة هي الاكثر مشاهدة في ارجاء الولايات المتحدة الامريكية بشكل عام. وعادة ما تزدحم الحانات والنواهي والمقاهي بالجماهير الذين يأتون لمشاهدة المباريات وتناول المشروبات الكحولية. وفوق كل شيء الاستمتعى بوقتهم في العطلة الاسبوعية. كان الحال كذلك في حالة محلية في بلدة كي ويست الواقعة بولاية فلوريدا في ليلة الثالث عشر من شهر فبراير لعام الفين وثلاثة وعشرين. كانت الامور تسير على ما يرام في تلك الليلة. حيث كان الجميع سعداء ويحتفلون ويشربون حتى الثمالة كما جرت العادة في تلك المناسبة. لكن حدثا ما جرى في وقت متأخر من تلك الليلة عكر صف جميع من ارتادوا الحانة ونادي التعر الملحق بها. بعد الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل. وصل للشرطة بلاغ يفيد بسماع دوية اطلاق نار خارج الحانة. لم يستطع احد الجزم ما الذي حدث بالضبط. الى انه كان من الواضح ان هناك ضحية ملقن بها على الارض جراء هذا الحادث. انتقلت قوات النجدة من الشرطة واسعاف على الفور الى مسرح الاحداث. وكانت اولوياتهم هي انقاذ حياة المصاب. لكن للاسف لم تنجح مهمتهم بشكل كامل. حيث فقد حياته جرى اصابته بطلقات نارية. ولذلك فقد تحولت هذه القضية الى قضية جنائية من الدرجة الاولى. وتم فتح تحقيق على الفور بهدف الوقوف على ملابسات القضية. بهذه الحلقة من قناة وقائع سنحاول تفيد مجريات القضية التي حيرت المحققين لفترة طويلة. حيث ان ظروف الحادث لم تسمح لهم بان يتيقنوا ما ان كانت تلك الجريمة مكتملة الاركان ومخططا لها مسبقا ام انها مجرد حادث بين مجموعة من السكارة لا يستطيعون تحديد خطورة افعالهم بشكل صحيح. لم يكن صعبا على المحققين تحديد هوية مطلق النار. حيث انه كان احد الذين تصلوا بالشرطة للابلاغ عن الحادثة. رفع سماعة الهاتف وتصل بالنجدة ليطلب منهم القدوم لانقاذ شاب يدعى جاريد هيوكس. مواضحا لهم انه اطلق النار عليه للتو في مواقف السيارات الخاصة بالنادي الليلي الذي يملكه. في ذلك الوقت كان جاريد لا يزال على قيد الحياة. وكانت ضابطة الاتصال التي استقبلت مكالمة تلويد تستطيع سماع صوته في الخلفية. وقد سألت الضابطة تلويد في استغراب مبرر لماذا اطلق النار على الشاب? فاخبرها لويد انه كان يدافع عن نفسه. حيث تهجم عليه الشاب الذي كان فاقدا لوعيه جراء تناوله مقدارا كبيرا من الكحول. في غضون دقائق معدودة وقبل ان ينهي لويد اتصاله بالشرطة حتى وصل رجال الانقاذ الى مصرح الجريمة. كان جاريد لا يزال مستلقيا على الارض ويعاني من اصابة في بطنه تبدو في غاية الخطورة. انشغل كل من رجال الانقاذ في عمله. حيث انشغل المسعفون في انقاذ اجراءات الاسعافات الاولية فيما قام رجال الشرطة بدورهم بتحهيد لويد وسلاحه. والتحفظ عليه ريث ما يتم نقله لقسم الشرطة لاستكمال سير التحقيقات. قام المسعفون بنقل للمشفى. حيث كان يحتاج الى اجراء جراحة طارية لانقاذ حياته. فيما اصطحب المحققون لويد الى قسم الشرطة. كان لويد متعاونا جدا مع المحققين. وشرع في الحديث باستفادة شارحا كل التفاصيل. اوضح لويد انه في حقيقة الامر لم يكن مالك للحانة فقط. بل كان ايضا المالك لكل المجمع الذي يحوي العديد من الاماكن الترفيهية. والقريب من ساحل كاليفورنيا الساحر. سرعان ما استطاع بعض المحققين التعرف على لويد. حيث انه كان رجل اعمال ناجح ومعروفا بعض الشيء في مجتمعه. وكان يملك ذلك المجمع بالكامل ضمن عدد اخر من الاملاك في البلدة. بدى لويد بسرد الاحدث التي قادت الى هذه النهاية المؤسفة. اوضح لويد انه رأى في الحانة بينما كان برفقة الشخصين. ما اللذان كان في الحقيقة شقيق جاريد كاريسون. واحد اصدقاء ضحية المقربين. وكان واضحا ان الاصدقاء الثلاثة كانوا ينعمون بوقت لطيف للغاية. اذ انهم لم يتوقفوا عن معاقرة الخمر دقيقة واحدة منذ ان خطت ارجلهم داخل الحانة. وكانت اصوات ضحكاتهم وقاقهاتهم تتعالى في الارجاء. لم ينسى لويد لا ان يشير الى سبب بتواجده في الحانة هو الاخر. حيث انه اوضح للمحقيقين انه دعا ابنة اخيه وعاشيقها لمشاهدة مباراة كرة القدم سويا في الحانة تلك الليلة. وقد كان لويد وضيوفه يحظون بوقت جيد من ناحيتهم ايضا. بعد انتهاء المباراة. غادرت ابنة اخي لويد مع عاشيقها فيما بقيه وفي الحانة. سأل المحقيقين لويد عن السبب الذي اخره عن اللحاق بضيوفه. وبالرحيل معهم بعد انتهاء المباراة. فاخبرهم انه كان يرغب في شرب زجاجة بيرا اخيرة. هي الثالثة له في تلك الليلة قبل ان يغادر. وقد كان ايضا يأمل في ان يغادر الحانة برفقة فتاة ما يستطيع اغواءها قبل ان يرحل. الى انه بعد بعض الوقت خابت كل امال لويد في العثور على رفيقة تقضي معه ليلته. ولذلك فقد قرر الرجل البالغ من العمر سبعا وخمسين عاما الاكتفاء بذلك القدر من الوقت والكحول والمضي قدما. في طريقه الى الخارج. رأى لويد جارد واصدقاؤهم مجددا. كان جليا بالنسبة له انهم بدوا في غاية الثمالة. لكنه سرعان ما لاحظ مشهدا لم يسره على الاطلاق. وشعر انه يتحتم عليه التدخل بصفته مالك المكان. اشار الرجل الى انه شاهد الشاب العشريني يتبول على الارض بجانب سيارته في موقف السيارات تابع للمجمع. مما اضطره لتدخل معاتبة الشاب على فعلته. خصوصا ان الحنة يجد بها حمام. وكان هناك ايضا بالجوار عدد من المقاهي والمطاعم ونواد الترفيه. التي تحوي كلها حمامات يستطيع جاريد استعمالها. كانت ردة فعل جاريد عنيفة للغاية. حيث صرخ في لويد محذرا اياه من التدخل في ما لا يعنيه. لم ينسى لويد ان يوضح انه اصيب بالذعر جراء ردة فعل الشاب. حيث كان جاريد شابا رياضيا ذو جسم مفتول العضلات. لكنه تمالك اعصابه واستجمع شجاعته. وصرخ في الفتى القوي بدوره مخترا اياه انه مالك كل تلك المنطقة. ولذلك فان الامر يعنيه اكثر من اي شخص اخر. سرعان ما ارتفعت حدة المشادة بين جاريد والويد. خصوصا عندما لم يتقبل جاريد الذي كان ثامل للغاية تعنيف المالك. ولذلك فقد اندفع الشاب نحو سيارته وكان على وشك ان يحضر شيئا ما. لم يعرف لويد ماذا كان بالضبط. وقد اشار في حديثه للمحققين انه كان يخشى ان يكون سلاحا. اخبر لويد المحققين انه كان صبورا للغاية. فعلى الرغم من وحاولة جاريد الاعتداء علي. حذره لويد من انه يحمل مسدسا. واقف على ملكيته الخاصة. وانه لن يتردد في استخدام ذلك المسدس اذا تحتم عليه الامر. الى ان ذلك لم يثني الشاب عن المضي قدما فيما عزم عليه. وراح يستمر في البحث عن الاداة واو الشيء الذي كان يحاول الوصول اليه. بسبب الظلام لم يستطع لويد تميز الاداة التي هم جاريد باحضارها. ولذلك فقد اتخذ في تلك اللحظة الفاصلة قرارا بتصويب المسدس نحو جاريد واطلاق النار عليه. ليرديه على الارض من فوره. فور ان استوعب لويد مدى فضاعة ما ارتكبت يدها. تصل بالنجدة كي يتمكن من انقاذ حياة جاريد. فبعد كل شيء لم يكن لويد ينوي انهاء حياة الشاب. بل كان يدافع عن نفسه فقط. ظل لويد يكرر تلك العبارة مرارا وتكرارا خلال جلسة التحقيقات التي استمرت حتى ساعات مبكرة من الصباح. لم يعلم لويد ما الذي جرى لجاريد. حيث استحبته سيارة الاسعاف الى المشفى فيما تم نقله هو الى قسم الشرطة. وقد لاحظ المحققون ان لويد لم يسأل ابدا على مصير جاريد طوال كل تلك الساعات. الامر الذي يعني انه لم يكن يشعر بالذنب كما كان يدعي. لم يكن المحققون ايضا يريدون اختاره بان المشفى اعلنت وفاة متأثرا بجروحه فور وصوله. حيث كانوا على يقين ان لويد سيكون اقل حذرا اثناء التحقيق في حالة اخفاء تلك المعلومة عنه. بالاضافة الى ذلك استخدم المحققون طريقة اخرى لقياس مدى صحة كلام لويد من عدمه. حيث طلبوا منه اعادة سرد التفاصيل عدة مرات. وفي كل مرة كانوا يلحون عليه في الاسئلة. حتى يتبين ما اذا كانت روايته للاحداث صحيحة بنسبة مئة بالمئة. ركزت اسئلة المحققين بالشكل الخاص على اللحظة التي قرر فيها لويد اطلاق النار على جاريد. وماذا كانت بوادر العنف التي جعلته يتخذ هذا القرار في النهاية. خصوص ان لويد لم يذكر اطلاقا اي تفاصيل عن عراك بالايدي. ولم يوضح حتى نوع الادات التي كان جاريد يريد الوصول اليها. اضف الى ذلك. ان لويد اطلق النار على مسافة خطوة او خطوتين من جاريد. الامر الذي يعني ان الاثين لم يلتحم بالطريقة التي تجعل لويد يستشعر الخطورة التي من شأنها استخدام سلاح ناري ضد شخص اعزل. لكن لويد برر ذلك بانه اوضح له بشكل لا يده مجالا للشك انه كان مسلحا. وان القانون يكفل له حق الدفاع عن ملكيته. وظل لويد ايضا يكرر تلك العبارة كثيرا خلال التحقيقات. مع اشراق شمس اليوم التالي كانت جلسة التحقيقات توشك على الانتهاء. عندما سأل لويد اخيدا عن مصير الشاب المسكين الذي تعرض لاطلاق النار على يديه. الى ان رجال الشرطة اكتفوا باخباره ان حالة كانت حرجة للغاية. وان الاطباء يبذلون قصر جهدهم لانقاذه. ابدا لويد بعض التعاطو. لكنه استمر في رواية القصة نفسها مجددا ومجددا. على اثر ذلك قرر المحققون انهاء جلسة التحقيق قبل ان يتم اصطحاب لويد للمشفى لعلاج جرح نصيب به في ذرعه. عندما سقط على الارض جراء اطلاق النار على جاريد. وايضا كي يخدع لتحليل نسبة الكحول والمخدرات في الدم. في تلك اللحظة. وعندما كان لويد يستعد لمغادرة القسم اختاره المحققون اخيرا ان جاريد فقاد حياته جراء تلك الحادثة. كانت اول خطوة اتخذها المحققون في تلك القضية هي البحث عن حقيقة علاقة جاريد ولويد. وما اذا كان الرجلان قد التقي من قبل او لديهما اي سابق معرفة. لكنهم سرعان ما اكتشفوا ان لويد كان يقول الحقيقة في تلك التفصيلة. حيث لم يجد اي دليل عن علاقة سابقة بين الرجلين على الاطلاق. ولذلك فسرعان منتقل المحققون الى الخطوة الثانية في التحقيقات. والتي كانت تفقد شرائط الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة التي وضعها لويد في الاساس لحماية ملكيته. مع اول دقائق في الفيديو تبين كذب رواية لويد. حيث ظهرت التسجيلات ان جاريد قد خرج من الحانة عاري الصدر. وكان لا يزال يشرب الكحول من زجاجة في يده قبل ان يلقي بها ويتوجه ناحية الجدار ليتبول هناك على الارض. تماما كما روى لويد. عندما رأى لويد المشهد ذهب في البداية للحديث مع مرافقي جاريد. الذين كان يقفان في الجانب الاخر من موقف السيارات. وفجأة التفت لويد ناحية جاريد الذي كان يبعد عنه حوالي اربعين خطوة على الاقل. واتجه اليه مشهرا مسدسة. على اكس ما روى لويد للمحققين. فقد ذهب لويد نحو جاريد متحفزا ومسدسه في يده. فيما كان الشاب لا يزال يتبول ويمدر للجهة الاخرى. الامر الذي يعني ان جاريد لم يكن يشكل اي تهدين على حياة لويد. حينما استل الاخير مسدسه وتجه مسرعا نحوه اظهرت صور التسجيلات انالويد هو من هجم على جاريد بعنف. ليس العكس كما اوضح في التحقيقات. وقد انتهى به الامر ساقطا فوق جاريد عندما سقط معا على الارض. لم تساعد هذه تسجيلات المحققين على اكتشاف كذب رواية لويد فقط. بل ساعدتهم ايضا على بناء قضية وتقديمها للمحكمة التي ما زالت تنظر تفاصيل القضية ولم تبت فيها بعد. الى انه من المؤكد انالويد لم يكن يقول الحقيقة بالمرة. فالتظن ان لويد هو المخطئ? ام ان جاريد هو المخطئ? اخبرنا عن رأيك في تعليقات يدناه. اصدقوا قناة وقائع. لا تنسوا الاعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات اخرى قد تعجبك. موعدنا غدا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة